السلام عليكم معكم دكتور سيداليا محمود إريطم النهاردة نتكلم عن أقوى فيتامين وأفضل فيتامين بيستخدم للقضاء على الإرهاق والتعب وقلة التركيز وبيستخدم للشباب والمراهقين وكبار السن وكمان بيساعد الواحد أن النام كويس ويتغلب على القلق والتوتر والإجهاد يستخدم لرجالة لستات هذا الفيتامين ممتاز جدا 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 معنا النهاردة رويل فيت جي كابسولات كما رأيته رويل فيت جي رويل جاية من رويل جلي غزاء ملكات النحلة لكي يوجد غزاء ملكات النحلة جي لكي يوجد جينسنج جي لكي يوجد عنصر الجينسنج فيت هو اختصار لفيتامين لكي يوجد مجموعة فيتاميات كثيرة طيب الريال فيت جي عبارة عن مجموعة من المقويات الممتازة جدا زي الجينسنج كمان فيها غزاء ملكات النحلة كمان فيها حبوب اللقاح كمان فيها الفيتامينات الكتير فيتامين ألف وفيتامين دال وفيتامين ها وفيتامين بواحد وباتنين وبستة وباثناشر وفيها كالسم وفيها حديد وفيها ماغنسيام وفيها عناصر كثيرة ونحاس وفيها كمان البيوتين وفيها فوليك أسد وفيتاميات تانية كثيرة طيب نتكلم عن الريال فيت جي أهم عناصر موجودة فيها هو الريال جي اللي بيساعد على التغلب على الإرهاق وزيادة القدرة الجسمانية وزيادة الحيوية للجسم وكمان مقاومة الأمراض وخصوصا أثناء الشيخوخة والكبر والكبر السن كمان فيها الجنسنج اللي بيساعد على زيادة الأداء الزهني تقوية الأداء الزهني العقلي وزيادة الأداء العضلي وكمان ليه عنصر وقاية جدا يمنع ترصب الكوليستيرول في الأوعية الدموية كمان فيها المادة مهمة جدا نستقلها لكم اللي هي دايمي صايل أمينو إيسانول سناء الترتريت المادة دي مادة مميزة جدا 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 المادة دي بتعمل ايه؟ بتأثر على المخ والحالة النفسية إنها بتشعر الإنسان بالشعور بالراحة وبالهدوء وفي نفس الوقت بتزود السعادة عند الشخص وفي نفس الوقت بتتغلب على الإرهاق والتعب طيب كمان فيها حاجة اسمها البابا اللي هو برا أمينو بنزوك أسد اللي بيخش في حاجات كتير في الوقاية مش المبكر وتحسين وظائف الجسم وكمان في الجلد والضوافر في صحة الجلد والضوافر والبشرة وحاجات كتير طيب الريال في جي بيستخدم لإيه؟ زي ما قلنا بيستخدم عشان تقوية الأداء الجسمي للشخص التغلب على الإرهاق وخص الناس اللي بيشتغلوا فترات طويلة وبيعودوا ساعات طويلة كمان إن كبار السن عشان تيجي الضعف الزاكرة وعوامل الشيخوخة وكمان بيزود الأداء الزهني والعقلي والعضلي للأشخاص مش بس كده ده بيزود الرغبة عند الرجال ويعني بيعالج الفطورة عند الرجال بيزود الرغبة في مرصة علاقة الحميمة كمان السيدات اللي وصلوا لسن اليأس بيساعد برضو معاهم مساعدة كتير جدا إنه بيعوضهم بالفيتامينات اللي الجسم محتاجها أثناء سن اليأس بعد ما خلاص الدورة انقطعت والإستروجين مستوأل والكالسام مستوأل فده عيوض الجسم وعوامل الاكتئاب والتوتر اللي بتصاحب المرأة ده عي رويل في جي عيتغلب عليها كمان ينفع لمرضى السكر ينفع لمرضى السكر لإنه ما بيحتويش على أي مواد سكرية هو أصلا ده بالعكس ده هو بيساهم بنسبة بسيطة كمان إن السكر يقل في المستوى الجلوكوزي يقل في مريض السكر كمان وكمان بيحمل الشرايين بتاعة مريض السكر وبيحمل كلا الفيتامين ده مهم ممتاز جدا لمرضى السكر وبيزود الأداء العضل والزهن ليهم وفي نفس الوقت بيتغلب على الدوخة والدور والتنميل المصاحبين للشخص المريض بالسكر لأن طبعاً بيحصل نقص في مريض السكر بيحصل عنده نقص فيتامين بي وده بيعوله طبعاً طيب الكابسولات دي استخدامها إيه؟ استخدامها كابسولة واحدة كل يوم بعد الفطار يا طبعاً زي ما احنا عارفين مكمل غزاء فأمان جداً كابسولة واحدة كل يوم بعد الفطار وممكن في حيات الأنيميا الشيدة والإرهاق الشديد ناخد كابسولة بعد الفطار وكابسولة بعد العشاء طب يا دكتور سأستمر عليه فترة قد إيه؟ أقل حاجة من شهرين ثلاث شهور طب أنا لو استمرت عليه عالية على طول لا يوجد أي مشاكل لو أخذت كابسولة كل يوم بعد الفطار لا يوجد أي مشاكل هو شكل الكابسولة هو تمام سأتلاقي كابسولة هو واخد اللون اللون الأصمر في البني أنا سأتلاقي بس الشريط متاخد منه أنا فعلا بأخذ منه لما حد يسألني لي يا دكتور أنت بتقعد في الصيدلية وبتنزل على الصفحة بسات وقاعد وبتسأر ده بأخذ كابسولة من دي كل يوم بعد الفطار بيتغلب لي على كل مشاكل الإرهاق والتعب طيب عايز هو تحذير بسيط جدا بس كنت عايز أقوله أن الناس اللي عندهم ضغط عالي ما قولش أنهم ممنوع يستخدموا الريل في جي عشان الجنسنج هو جنسنج اللي فيه مش نسبة عالية قوي بس يا ريت لو عتستخدم الريل في جي لازم الضغط يكون متزبط لازم الضغط يكون متزبط تمام الريل في جي 20 كابسولة عملة 27 وربع العلبة 27 وربع يعني الشريط حوالي كده ب13 جنيه إلا روبع حاجة زي كده يعني الكابسولة وقفة ب130 قرش يعني جنيه ونص تقريبا يعني سعر زهيد خالص تمام الكابسولات دي متوفرة في كل الصدريات الكابسولات دي ممتازة جدا 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 وفيها عناصر كتير وهي فعلا بتجيبنا نتائج جميلة جدا مع ناس كتير برضو عايزة أقول حاجة إن واحد يهتم بالأكل وياخد الحاجات اللي فيها خضروات والحاجات اللي فيها حديد كبدة تفاح سبانخ عسل أسود بتنجان العسل النحل الأبيض والعسل الأصمر كل يوم طبعا بسبب إن الشخص نتيجة ظروف الشغل ونتيجة الأكل الفاست فود والأجبات السريعة فالشخص ما بيحصاش على كل الفيتامات الكافية اللي محتاجة عشان كده الواحد بيعواضه بحاجة زي الريال فيت جي طبعا عيساعد كتير إن لو خدت كابسولة كل يوم بعد الفطار عيساعد معايا كتير يارب الفيديو يكون عجبكم ويارب تكونوا استفادتم السلام عليكم